الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز في مقابلة خاصة مع قناة ليبيا الأحرار استعرضت فيها مسارة الحوار وسبل التواصل لحل للأزمة الليبية فيما يتعلق بالشق العسكري أكدت ويليامز على الموافقة على متما الاتفاق عليه في إطار محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 زايد 5 مشيرة إلى أن طلب خروج المرتزقة من ليبيا كان من طرف اللجنة العسكرية التي حددت منطقتين سيرت والجفرة لسحب القوات العسكرية والعناصر الأجنبية منهما قبل دخول عناصر أمن من الداخلية إليهما لم تنسى ويليامز التنويها إلى وجود ضمانات للاتفاق الليبي إلى جانب التزام وصفته بالجاد من المجتمع الدولي لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا ومساعدة اللجنة العسكرية في طلبها إرسال قوات دولية مدنية غير مسلحة إلى منطقة سيرت وفيما يخص الحوار قالت ويليامز إن جميع المشاركين وصلوا إلى تونس وأنهم بصدد القيام بجلسات افتراضية مع المشاركين مشددة على أهمية إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية لحل أزمة الشرعية على حد قولها وقبل أيام أعلنت ويليامز من غدامس عن اتفاق اللجنة العسكرية على تشكيل لجنة أخرى عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المرتزقة من خطوط التماس يأتي هذا بعد اتفاق وفدي مجلس نواب طبرق والأعلى للدولة في بوزنيقة المغربية على أهمية دعم الحوار السياسي المزمع عقده في التاسع من نوفمبر الجاري بتونس الحوار الذي تعول عليه الأمم المتحدة في أن يخرج بتفاهمات قد تعبد الطريق لحل سياسي يرى فيه الشارع الليبي فرصة جديدة للتوافق للخروج بالبلاد من أزمتها في وقت تشدد فيه البعثة الأممية على أهمية تقديم تنازلات لحصول ذلك اشتركوا في القناة